الرجل الذي يحسدون عليه أبناء العائلة الرجل الذي يفششني ولم يجعله نقصب من أي شيء هذا عام ونصب لا يوجد نهائيًا في قربلية كما تلغمت عينية ولكن من بعد في طوال المدة دعني الشكل والذي تقول عندك يكون يغضرني عندك تكون عنده علاقة مع شيء ويا ريتو كانت عنده علاقة يا ريتو يا البنات يا ريتو نشترضها بشغي مثل ما ونقول ما عليش هذا الرجل عينه زيغة بالحق هذا ما سيكتشف النهار اللي سنقلب من مرة كان صدمة بجميع المقاييش والذي ستزدني كثير هي الوقت اللي واجهته هذا الشيء اللي قال يبقي لحد الآن في قلبيك يحفر سبح النور والسرور على أحسن أميرات كيدين في الحياة نتمنى تكونوا بخير اليوم الغزالات سيكونوا معنا جوش القصص ويقدروا يكونوا معنا حتى كثير تعويضا على أمس المهم الغزالات منزلش نطول عليكم كثير وندخلوا مباشرة في القصة اللي أولا دينا معكم العمياء وحكي كاملة بدأت نهار اللي كنت حضرت لواحد العرس دي العائلة وثم سيشوفني واحد الشخص هذا السيد كان صاحب العليس المهم شايفني يحط علي العين وعرفني بنت من تواصلوا مع الأب ديالي وقالوا له رفلان بغى بنتك للزواج السيد في ذلك الوقت كان قاري وخدام مزيان يعني خدام واحد الخدمة اللي كان عندها مصق بال الأب ديالي قال له مرحبا وبالفرحات عليه جدوى محايا وقالي يا بنتي ويخطبوا فيك ناس أنا كنت كنت ساعة ما زالا كنقرأ المهم كنت له بغيت نكمل قرايتي ما بغيت نكمل قرايتي قال يا بنتي ستعلى هذا الموضوع لأن العرس اللي يجاك مستحيل لجيك مرة أخرى كيف ما كنت لكم السيد قاري وفي هذا الوقت كان عنده منصب اللي ممكن من هنا لقدام يكون عنده مستقبال والعائلة دياله كانوا الناس لميسوري للحال كيف ما كنت قوله السيد كامل أو صاف وكان مازال صغير وزوين فوجهو ما فيه ما يتعب أنا في الأول كنت محكسة بالحق يوجد السيد باش يخطبني وشفته كنت ترتاحيك لي وقلت على شله انتوكل على الله دويت ما على الموضوع ديال القراية وقال لي يا ما عنديش المشكيل مرحبا إلا بغيت تكمل قرايتك كمليها المهم هي هذه الأمور بغيت يهكك في مرحلة ديال الخطوبة من قول شكم هادك سيدة شنو كيندير على ودي كانت اللفس ما ينزلها ليا واللي تحت من الأرض يشبدها ليا عائلتي كاملين كانوا كي حسدوني ليا وبنات العائلة كاملين كانوا غيرين مني المهم هي هادي كنت فرحانة بهذا الشي وفرحانة بهذا الراجل وبالتعامل الراقي اللي كانت يتعامل معايا به كانت يخاف عليا من الهواق اللي كيدوز من احداها المهم دوبوس أنويا كانت تقريبا 1-3 شهور ديال الخطوبة ومن بحثي احنا العقد ومباشرة من مرة هذا الشي بدينا كنوجده العرس فهذا الفترة كنت مشي سمعها كنت تبدأت الفراج ديال الدار كامل كلي اشوفي ديال اللي بغيتي اي حاجة شهيتيها ولي بغيت تبدليها هذه دارك وما كيش اللي يهضر معك فيها انا هاد الشي كان كيف يفرحني وكنت كان حس براتي اني نعيشة في حلم كنت دائما كان نود وكانت نصرف الفراثي وكانت كنت ندرت احس بل ياسي دار براشل في حال هذا كنت كان حسب واحد الفرحة الكبيرة بالسعف المهم هي هادك كانوا دازو يامات ووصل نهار ديال العرس ودار ليه هوبا وحد العرس لكل شي بقى حال في فمه ما همر شي واحد في العائلة ما دوس عرس في حال هذا وخحنا العائلة ديال الاب ديالي وحتى ديال الام ديالي ويها كميسورة يعني الناس يديروا على سات ديال الفرع بالحق العرس ديالي كان استثنائي المهم هي هادك دوس الهارس ومشيتس كنت معها في داره كنت مرتاحة في اللول وعاش من الحال وسيد كانت تتعامل معي كيف الاميرة يكفي انني انتقش حاجة من فمه كتحتر حتى لعندي ما كيتناقش معي مواله عائلته كانوا واحد الناس لداخل سقراتهم ماما خدامة وابا خدام اصلا ممثالين شلسطاء والمشاكل وانا في اللول ديال الزواج كنت كنقرة والسيد خدام ملحق هادش ما تطولش بزاف ما هي الا يامات حتى السيد ولك يطلب مني انني انقلس في الدار ومنكملش قرايتي فاش كنت كنقله علاش كي يقولي انا كان غير عليك انا كتكني معاي وما كنش اللي ما كيشوفش فيك كتكني معاي وغير كندور كالقشي واحد جي كيتلاسق معاك وفعلا هادشي اللي قال بالصح انا كنت عطي العيل واحد درجة اللي ما كتخترش على البال كنت واحد البنت اللي زوينة بزاف كنت يعني فيه واحد الجمال اللي سبحان الله زما جمالي خاص ديالي وما كنش واحد نهائيا اللي ما كندوش من حداه وكيبقي يشوف فيها ما كنش ما كنش ما غير فاش كنكون غادية بوحدي رغم انقوش لكمش حال ديالي اللي كيتبعوني اللي كيبغيوا ياخدوا الرقم التلافون ديالي بزاف وقبل من هذا انا كيروجو فيه الخطة بقبل ولكن كانوا ناس اللي عاديين ماشش واحد اللي في حالها قازع بهاديك القرايا بهاديك الخدمة فمسوا يعني جاو فيها ناس ولكن كيفما كنقوله يقدر جي واحد احسن منه ولا واحد فحاله المهم هي هاتيك سيت بدك يدلي السبب بالغيره وكي يقولي انا كان خافح ليك وتبقى صغيرة وحاتي الليين وانا كان بغيك وما بغيت حتى شي واحد يشوف فيك وحاولت نقنعه وحاولت نقنعه وحاولت نقول لي اني انا دير الحدود في ديالي في العلاقات سيد هاتي ما بغاش يفهمه وبدع ليه بالحب والغرام وشد ليه بخاطرية وكي يقولي انا كان بغيك وانا كان تستعليك وانا من هنا وانا من هنا المهم ما قديش نقول ليكم انه زعماء بزز قلصني من القرايا ولكن مش معي بالخاطر وانا عندك ساحه كنت كان بغيه وما كان قدرش نهائيا نخسر ليه قلت ليه واخا وفعلا كنت قلص في الدار وتتافقنا انني زعماء مدى اندوز الامتحانات ولكن من بعد كنت لقيت راسي حاملة وعرفت ان اوما كان لامتحانات لأولو اصلا جريل وحام صحيب المهم بخيناها كاكسية كنت عايشة معها الحياة السعيدة فليا ما ادلو حمراء ما نقوشيك وما شنو كيدير على ودي كانت كي يجي يلقاني غير واقفة كي بدي يخاسم وكي يقولين ابواتك ترتاحي ما نقوشيك في الدار كانت كي يقولين ابواتك ما نقوشيك نهائيا نجي ولقى كي تدير شيء او لمكة رفصة او لاعيانة كيف يتعامل معي كيف يبقى يشكر فيها كل شيء يبقى يشوف فيه وهو مصطوم عش مع هذا الراجل ليس احسن يامات في حياتي ولكن ش حاجة مكتر زاد عندي الولد اللي اسمته ادم ومن مراهب تلسنين زاد عندي جوائرية فهذا الوقيته راجلي كان كله شوية يترقف الخدمة حتى كان شد المنصب اللي كان يحلم به وهذاك المنصب كان شوية حساس وكانه في بزاف ديال المشاكيل وصطاعات والراجل ما بقىش نهائيا كي يسلي الراسه يبقى مسافر مع الخدمة مهم حياته كاملة وليس كدر على الخدمة وانا تم تحمي المسئوليات ديال الطار وليس انا اللي مكلفة بكل شي انا اللي مكلفة بالوليدات بالمدارس ديال هون بالحياة راجل بشوية بشوية ولكي يلوحلي المسئوليات حدوك يعطيني هذوك الفلوس في الأول ديال الشهر اللي يكفيوني وكتر يعني انا ما شيغا نقول لكم كان كيتحاسب مهايا راه درالي كان كيتقري هون في أغلى المدارس كي يلوحلي هذوك الفلوس وصفي هو مديها في خدمته وانا مديها في ولداتي وفي داري وكنا مرتاحين انا كنت تغفل واحد درجة كبيرة وحتى هو كذلك ومثاله فهذاك الوقت سيد بدك تغفية وانا بديت كنكبر واحد شوية ولدائما كنخرج مع اولادي يعني مبقاش هذوك المشكيل دير هذوك الغيرة ازايدة ديالو المهم بقينا هكا كل حالقة كيف تماكت لكم كانت ميتالية انا كنت هالفراج لي مباعدش علينا حين تباغي ولكن بعد علينا حين الخدمة ديالو كتفرض علي هذوك الشي وكنت فرحانة وكنقول ما شي مشكله ودائما كنت نحسب النجاح ديالو من نجاح ديالنا المهم بقينا هكاك الراجل كان يخدم و يأتي الوقت اللي كان يكون معنا في الدار لا نقوش لكم التعامل كان السيد كان يتعامل معايا كيفش اميره لم ينخضر نوصف لكم هذوك شي كيفش كان المهم كانت الحياة ديالنا مزيانة الامور غدا سافي بقينا اليوم غدا اليوم غدا حتى غنحمل المرة الثالثة في هذه المدة تقريبا قبل ان احمل بواحد شوية رجلي كان زاد لي مهام اخرين و مبقىش نهائيا كيسالي والخدمة ديالو اعلم كي عود لي فيها المشاكيل مهم سيد دائما محصاب كي يجيل الدار ما تدريش معه كي يقول كنا بغيت غير نرتاح انا ركنت كنجري انا كنت هادئ و في كيف كيدخل زي ما نشوفه بعينيه تلفونا 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 المهم هي هاتيك انا في هاد الفتره وريس كنحاول اني نوفر للراجل وسائل تراحة كاملة كنقول الراجل كدرب على ودنتا مارا مكرفز يعني المستوى اللي كنا عيشين فيه ماشي سهل باش انا كتوفر هادوك المصاريف كاملة خسك فائلا تكون كتخدمش خدمة لي بزاف اللي كتخلص فائو حتى مالي كبير المهم فاش كن كيجي لدار كنت كنحاول دراري نعزهم بكريه نخشيهم في بيوتهم اللي غي يقرأ كنقررية مهم كنت كندير كل شيء الراجل كنت كنت تعمل محكي في المال قليل عرفتم هالليا فيه و اللي بغاها كنديرها لي علاقتي معاه كانت مزيانة صيد ما كيخسرش لي الخاطر ولكن ما بقاش هادك شي كيف مكان قدم الواحد كيطول في الزواج قدم ما كيكتر عليك المشاكل والصعوبات الواحد صافي كيبقد تعمل مزيان ولكن هادك الحب والغرام والكلام المعسل وخرجي من الناس هادك شي ما كيبقاش مازم كيتلها مع الدنيا وانا كنت متفهمة هاد شي مزيان وكنت كنقول معليش الدنيا هانية المهم هي هادك نهار لنهار الراجل كيولي حصابي كتر ولا كيف كيدخل الدار ما كيبغي حتى شي واحد يهدار معاه كنت انا كنت طلاح نوجد له الماكلة دياله والحمام دياله والأمور دياله صافي لكن غديلش بلاس نوجد لي حويجاته فقط حلقتي معاه رجعت اينا تل هنا ما كيف مكلكم ما كنتش رد البال وكنت كنقول دنيا هانية كنت كان فرح لنجاحات ديال راجلي فاش مثلا كييترقف الخدمة وكنت كونش حاجة جديدة كي عجبني الحال وكنقول الحمد لله وكنت كان زيت نفرح مثلا فاش كنكون قلسة معاه وكيقولي شكرا بزاف لانا كي هزا المسئوليه وسمحي ليه كان دائما كيقول هاد الكلام كيقولي انا هارف راسي انفرط فيكم انا هارف هادي سمحي ليه انت دابه هزا وحد الحمل اللي كبرح ليك انا هارف هاد الخدماره ماشي سهله ولكي رما عندي ماندير مانقدرش نتخلح ليها انا هاد الشي اللي ضربت عليه ولي وصلت لي دابه انا هاد سنين وانا كيقولوا الدنيا هانية ماشي مشكل حقيلة كاملة كيقولوا لم يأت بارك الله مرة ونص حيث كنت مقابلة هادو كلسة الوليدات اللي عنده لاصال نديه لي لعنده الابيسي نديه لي لعنده الكورا نديه لي لعنده ونحن لديه الكورا نديه ونحن لديه كامل كيف هادا 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 وفي نفس الوقت ما نفرته فراسي دي ممقدر دي ممصيبة اه الراجل فاش كيجي لدار ما كنت عارفه غايجي كنت قادو كنصيب كي القادر كاتشعل اي حقا انا كني الناس لي كي عاونوني ولكن دايما هادك اللمسي ديالي حاضره كايذه كانش دلي بخاطره عقدرا انا قدري نائسين واحد الجو واحد الجو اللي كنت معيش فيه ما عنده لا يش يهضر ولا لا يش يتكلم المهم بقينا جرا 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 ما حيث trad NEAR اللي بديت نحس ان علاقتي مع راجلي بدا ها تكتيرت في الأول كنت نحس بها في حالة ما بغيش في حالة ما زال而ا حلاقتي الزوجية كديرها غير واجب كنت أريد أن أتناقش معه ولكن أحسيت أن كرامتي ستجرح. فقد ساب روم غمضعيني وفي نفس الوقت كنت أدري المستحيل. يعني النهار اللي يأتي كانت صايب ومهم جميع الوسائل اللي يجعلني أن ينقرب الرجلي كنت أدريهم. والو دائما سيدك يقول يا عيان الخدماء أنا مبرزات أنا هادي دائما السبات. كنت أرى حتى كان حياو كنت أضرب الطم وكنسكت. بعض المرات كنت ألقى لي أعدار. وبعض المرات كنت أقول هذا الشي بساف. أول حاجة طاحت لي في بالي. واللي كنت طاح بالعيالات العيالات كامية في بالهم. هي هادراجة رحكي يغدرك. أو عنده حالة قامعة شي وحدة. المهم كنت كان كدب راسي وكنقول ما يمكنش. أعجلي ماشي من هاداك النوع. كنت أقلبوا التلفون ديال. وفشكين أسكن هازلي الباسي ديال. وما أمرني أرقت لي شيء. أرتفحوا بيشو. ما كانش كنت أرى ريحة ديال العيالات. كنت بعض المرات كنت أعيط المكتب اللي كان خدام فيه. وكنسول هاداك السوقات اللي عنده. وكنقول لها مثلا في مشاء دائما. في مكان عيط ليها. مرة ما قلت لي خرجي تغدا. ولا تقول لي في بلاصة فلان فلانية. يبشي ما. يهناي يهناي يهناي. مثلا في البيرو. مهم دائما سيد. في حالة كان قوله الأوقات دياله مضبوطة. وفشكي يكون مسافر كنكون هارفة أنه مسافر حلودي الخدمة. والخدمة ديال راجليكي في مكتلكم حساسة. يعني ماشي شيء خدمة. اللي غيقدر انه يكذب عليها ببساطة. ومحتمش يدير علاقة ما كندرش يديرها مع من مكان. يعني غيكون كي يخاف بزاف بزاف. المهم هي هاداك. بقيت هاكاك ما نكذبش عليكم. دخول لي هالشك. وليس كان بحيث من موراكي يجي. كان نزلت موبيل كان قلبها. ما حمرني حصلت علي شيء حاجة. ولا حصلت علي حتى الكذوب. يعني مثلا فيش كي يقول لي انا في البلاصة فلان فلانية. كان عادي. هذا ما يقول لي هو اللي كان يلقاه. ومحمر شي واحد جاء عندي. وقال لي راجلك شفناه ولا حدهم. يقول لي راجلك سبارك الله. ما شاء الله. لان السيد كان يحقق واحدة. كان يحقق نجاحات. يعني الراجل كان يحقق نجاحات. المهم هي هاتيك. بقينا هاكاك اليوم غدا. حتى هذه العلاقة اللي كانت مرة 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 ما بقيتش كاه. وفي المقابل سيد فاشكان يأتيه يتحامل معي يعادي. يتحامل مزيان. يعني مشي. مثلا غنقول لكم انه قي يغوات. اهوه ما يبغيش صداء. ما يبغيش تبرزيد. ولكن اليك انت غال لي معافذك وشي اللي يبغى. سافي العلاقة تكون مزيانة. يأكل كي يهضر معك شوية كي ناس. ومعزم. المهم هي هاتيك. خدي نبقاءها كالبنات. انا بديس كان بحس من مورا. كان بحس من مورا. لقد أشعر بأنني لم أصبح حجبه و لم أصبح محمرة لي الآن و هو الذي كان يحماقه و يستهل لي من قبل كان دائما يقول لي أنني لم أصبح محمرة لي لقد أشعر بأنني أشعر بخيب الساف لقد أحاولت أني نهضر معه في الموضوع و نقول له ما هو واقع إذا كان شي مشكي يقولون لي كون غير مثلا أن كنت مفرطة في رأسي لم أكن أنت هلا في رأسي و أنا كنت أحداكي في القرطاسة أحبت أن أقول لكم كيف أجديره و حويجي كل شيء كل شيء كل شيء قد أطبع أقصى درجة يعني إذا تلاقي سي معي في الصنقة فهذا كل وقت وخايا كان لديت لست الوليدات ستقول لي هذه ما حمر هاتذ وجهات كان برموكة صغيرة و شدة فراسي و هل لي فراسي لأحد درجة لي لم يكتحش على البعض المهم ما كان فيه احتشيع المهم ما حاولت أني نهضر معه ولكن الكرامة لي لم أكن كنت أقدر أن ندوي معه كنت أحس برسي أني نطياح من الكرامتي في حالة أحس برسي أني كنت أطلاح عليه المهم بقيت هناك أنا صابره و مغمضعيني و في نفس الوقت كان بحث من مرة كان بحث من مرة كان بحث من مرة و اللي كان مستطني و مجعرني أني فيما كان أطلب من القوالو تخيلوا بقيت هناك حتى أنا بديت سكان حماق وفي ذلك الوقت, canceling to send him to me. وفعل كانت وفعل وكانت فيما كانت وعيد باهنه، كان دائما خلال مدرد يقولي يا رجل يمعد عليك مع افلان مهم الناس لخدمه. ويمكني مع العيالات ولكن لأنه لكي يكون هذا الشي رسمي, أنا تمسها فيه, كان قليني مواجهة لي. ويفينه لقائع؟ وان فعلاً رجل كانت يج khoang اخر وازعمه لأنه لا يمكن. كيف كانت الحال كانت راجل لن ترغل عالي حاله. انا في هذا الوقت اللي كنعود لكم انا نحن داخلين تقريبين لواحد ست شهور سبع شهور مكين والوال والوال بنات المهم هي هاتيك بقينا غادي نهاكاك انا كنت كندير جميع الطرق بشدك الراجل نخلي انه يتقرب لي والو نهائيا مهم بقينا جارين 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 حتى انا فقط الامال اني نحصل علي شي حاجة كنت ارتاحيت من واحد الناحية ومن ناحية اخرى شعلت فيها الحافية وليس كنقول يمكن المشكل ماشي فيه و المشكل فيها انا يمكن انا مبقيتش عاجبة يمكن انا مبقيتش مع مره لي العين هاتشي باش كان عمار لي يا راسي سافي فاديك الوقت شاميع التجارب و جميع المشاكل درتون فراسي بدلت شعري اللون ديال و انا كنت عندي واحد اللون عرفته ما نقول لكم كيف اجدع في واحد العسلي غزال ما خليت صفر ما خليت كحل ما خليت ليموني ما خليت غوص جميع الالوان لكي طيحوا لكم درتون فراسي وجهي مشيت خربقت فيه واحد شوية كبرت شنايف موهم ما خليت مادرت البلحس ما خليت شي حاجة مادرتهاش اي حاجة كان نقول راه يمكن تخلي انا زعمة العلاقة تجدد كنديرها موهم السيد كان كي يجي كي يشوفني كيقول يا باو جزكات شي غزال و سافي ماشي غنقول لكم ما كيشوفش فيها ولا مثلا ما كيقول انا راه زعمة مراتش لي البل لا كيجي كي يشوف اذا الشي اللي كندير يقول يا مزيان تغيير مزيان ها كان نفسية ديالك هذا كي سويل عددريري و هاده علاقتي معا مزيانة ولكن في الحدود كل واحد شد بلاصو مهمية ها ذيك غادي نميقى و جنران حتى نتخلوا على علاقتنا عام و تلت شهور على اقل يوقف في حال هكي على اقل ما يحتاجه شيئا مهم فتوصلات هذه العام و 3 شهور مهم فتوصلات هذه العام و 3 شهور كان بحث من مراه مكان القوالو كان برد وعوداني كان رجاع نبدأ نقلب من مراه ونقلب تليفونات ونقلب البيستي ونهبط الطموبل ونقلب حويجون ونبقى تابعه يعني ذلك الحراسة المستمره ومكان القوالو كان برد وعوداني ندوش في الوقت وكانت أصب مهم كنت عيش في واحد السراع داخلي ببعدي لانه تم القبل كانت العلاقه قدي وكتبرد يعني انا تقريبا نقول لكم مره واحد 3 سنين الاخرى حلقة بدأت تبرد بشوية 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 ومهم كان هذه الساعة كنت قولها عادي غير الخدمة كنت قولها مشكلة المشاكي الخدمة وسترس ولكن الوقت اللي صافي علاقتي الزوجية معها توقفت هنا عرفت ان كان شي مشكلة وراجلي مكانش كبير بالصافي راجلي راجلي ما مفرقش الي كنت قولها الان تقريبا الان تقريبا انا يزعي سافي فهذا الوقت انا 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 اتعني الشيطان ديالي وبدأ كي يوسوس لي وقلبي وديري وعندك اكمنك اعرف شي وحده وصيري انا تليفوناته وصيري مابلته مابلته انا اتعني اتنبع وانتعني اتعني اتابع في هاتف بواتساب فايسبوك وانستغرام وريدون اعجابي في الستوريق لربا ما يكون ذاكي لي يتم تلوح الواتساب وصحفة ارقام التلفونات والخدمة فهذا يجب ان يتصاب من الملفات حتى يتم تصابيرا اخبره في الاحيان اي اي اخبره في التصاور اخبره التصوير المهم كانت في 14 سوارة المهم كانت صدمة لحياتي المهم كانت صديقي ولم أظن أنه إستخدام بقيمة لحياتي لم أقوم بقيمة لحياتي المهم كانت صديقي ولم أترى سيادة مجبداً أنه مجرد من جيدة ولم أقوم بقيمة كثيرة انا كان غوط وهو كي غوط في واحد اللحظة كان ندم الفراش وحييت البيجامة ونبس الحواجه الزنقة و تم خارج كنت وقفت لي قدام البيت و قلت لي اخر شي مهنا غير نساني عنك قال لي غير نساني انهى لقلبتي التلفون ديالي شكونتي يا وجدك تقلبي تلفوني وجدك هذي وجدك هذي باش يعتقدر خرج في عينيه المهم هي هذيك سيد كان خرج و اهنا بقيت تمسطومه و اقول ما يمكنش لا يمكنش يكون راجلي من القوم الوط لا يمكنش خاصة ان السيد راه المكانه دياله و راه راه كبير بزاف و سيد خدمه مزيان لا يمكنش اشنه موصله لهذا المسخ و لهذا العجب اعرفتوا انا راه تصدمتك ان هو عنده مرة لالف راجل كيتمناها كيف حتى يدير فيها في حلعك بكيت و اجدبتوا هذيك الليلة مقدرش نهائيا نشوف النعاس الغدل ما صباحنا دولي داتي لا يمكنش عندي الخاطر اللي نديهم المدرسة هذيتهم تنيجا لدارنا و قل لي كلاباته شنه واقع بديت كنبكي اشنو غدي نقول ليه نقوله حقا راجلي راه مقيتم مع راجل لا يمكنش نقول لي هذراف حالي و انا عارفة ان اولادي غيت اتطروا بالموضوع و هذراف حالي لاخرجات غيكون الاضرر ديالها كبير بسافت غير ساكسة و كيربكي و حاولي تواصل معي و حاولي يقول لي هذراف حالي مقدر نقول ليه والو ممتحت هيلي كانت مريضة هذيك الساحهات و هذراف حالي مهم مركب نتيجتي هنا انا عارفة مستحيل اتصلوا بي هذراف حالي الساعة كانت خايف خايف لانا نفرشوه و نقول هذا الشيء المهم جاوبهم و انا اصلا مكانش يجاوبني حتى انا قبل ان اخرج من دار مهم قالوا لي ارى مرتكجة هنا و ارى ما عرفنا شنه واقع ما عرفنا شنه واقع سياد جاكي الجري كان خايف بزاف ولا نفرشوه مهم كيف وصل اه دخلا عندي انا البيض قلوا اندي معها ودخل بين ديها و القليل انا انت سمحي لي انا اصلا بكي و يدخلت في ق difينه انا انت طلحت مياه و انا كنت نقصك معي انا كنت سمحي لي انا ما عرفش واعرفش انه كنه ما ندير و راغهات و راغهات انا كنو انا اتمنا نحكم فيها و انا لا اعرف مواقع ليا مهم السيد دخلني هذا الدخل لانه في حال اندمر و قبل الليل اخرج في ايني و دير فاسي السيد المهم بقى يطلب و يزوغ و يقول يشوفي هادي هي الاخرى و ما حمرني ما زال نحاود هزني هذه الساعة ورجعني للطار و انا ما كدبش لكم ما كنت اعرفه بطبط عشانه كندير الحاجة الواحدة اللي كنت كان فكر فيها هي وليداتي وهي المستقبل ديالهم كنت كان فكر في المداريز ديالهم كنت هارفة و انا هارف ان هذا المستوى اللي عايشه مع فراجلي مستحيل الاب ديالي عايش لي حتى النص او الربع دياله المهم هي هاديك كنت رجعت مع الدارسي التعمل معي هادي مهم دوزنا تقريبا واحد الاسبوع و الزيادة في واحد نهار او ثاني التليفون ديالو كان محطوط جيت باش نهزو بدا كي غوط فاش بدكي غوط انا و قلت له لاش ما بغيت نهز التليفون ديالي قال يلا انا ما كان بغيته شي واحد يقلب لي تليفوناتي او هذا الشي في الخدمة everywhere نوت معس Therap و قلت له انتهى و فقد وعدتونيك انه لا تبقى التي ايش أي علاقة بينك واو هذا الحين ولكن معا Sum said that you want something with any help you able to walk with you same way و أنا واحد هي احقه من هنا اكمله و فقدstanden السينبвонين واحد هيم السياد وقال ل Jamie ما ما كان لي تدير قسان له ها انك يبغيت نهائيا تقلب لي التليفون ديالي وهذا التلفون الخدمة ونخافك تقاسي شي حاجه ونخافك تقاسي شي حاجه المهم انها شفت حتا عيد ونستطيع هذا النهار بالضبط حينت كل عيد ميلاد دي الولدي ميكت وغمت عينيه ودوزها بشغي مثل ما قلبي بدك تشعر فيه الحافية ما قد بشاركو كان عندي احساس قوي ان راجلي باقي عنده علاقه مع هذا الشخص او مع اشخاص غيرين يعني راجلي علاقته مع مقطعه لان حسن هذا الوقت حتى شي حاجه ما تبطلت علاقتي انا ويا هي هي سيد ما يقرب لي ايا ما يحاديني وانا اصلا كنت انفرته وما بقدش نهائيا باغا انه يقرب لي المهم دوزنا هذا النهار ومن مورا انا شعلت فيه الحافية وليس فاغا نعرف وش هذا الراجل باقي عنده علاقات في حال هادوك ولا لا بديس كان نبحث من المورا وهذا المرة كان بحث الرأسي وفيما كان نشك فيه كان هذا الموبيل وكان نتبعه الوابقنا اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا حتى النهار اللي غدي نحصله مع احدك الشخص يشو معه في صويرة كنت حصلتهم قلت ينفو حد راجته وليش فتيهم وما تقولش نهائيا ان هاد جوج بيناتهم علاقة انا رفض شفت هذا المنظر تضم سيد بالكوسيو محتوى كيبان راجل وما تخساري في الرجال غير هو محسوا براسهم حتى وقفت عليهم شفت فراجلي وقلت له هادية تقطع العلقة معه هادية اخر مرة سيد كيف شفني في حالة ضربوا الضوك بدك ضرف جنابه كيبان ليه الناس ناضي هادية ساعة وشدني من دراعي وخرجني من تسمى بالزربة نصرح الى الطوبيل والطراخ كاملة جاد يناب في الحف EL الكوسيو اخبرتها بساعة ساعة بديه وصلنا الى الدار وكل اول مرة سيقوم بديه وقال ماذا كنتين اللي تبعيني من تحرجيني من توقف علي يوقف علي بحلاكك وما تشاهديني من انتباغها وما تحدي ochما تشاهدين ما تشاهدين ماذا تديره متى يضبع قلت لي ما وصلنا لهذا المصل قلت لي حسبها كيف ما بغيته قلت لي شوفي انا غدي نجيك ملخر قلت لي لو تعزل لو تقول لي يا زل ما بيني وما بين هداك غدي نعزله هو انا كان بغيه قلت له كيفاش قلت لي كيف ما سمعتي علاقتي معه ما شي علاقه هادية وانا مرتاح معه وادك شي كامل لكنت كنت نقلب عليه وانا غدي نجيك ملخر بغيت يا بنت الناس تعيشي مرتاح مع ولداتك ها هي الضر قدامك اللي حتجتي هنجيبها لك بغيتي او كنت تقلب علي شي حاجة اخرى سمحي لي يا الله يعاون العاونات وانا قال لك عقلك انا كي تمشي والدوي في هذا الموضوع ولا تمشي عند عائلتك وتعاودي اليوم اشنو كاين غدي تشوفي وحد الوجه لي محمرك ما شفتيه وقليني كان حصار مكع لوجه ولادك وكان خروج ودخلي الباب انا هاديك الساحة كنت غادي نستطول حماقك نقول ما يمكنش مستحيل وشتشي لسمات بالصح والسيد ببساطة قديما بقع ديما ندير بيك عجبك الحال قلسي ما عجبكش الحال سيري في حالك مو الدوناعي شف صدمة مو الدمم تيقاش هدك شي اللي واقع فيه ما عمرني ما تخيلت الراجل ديالي يكون في حال هاكا الله اعلم من انت هو هاكا قبل يمكن من قبل غير هو مؤخرا حد انا اكتشفت عدبان عليه ما عرفتش البنات شنو وقع بالضبط ما عرفتش الحاجة الوحيد اللي عارفها هي اني انتالفه ومعارفش بالضبط اشنو غندير شحام مرة كان نفكر نهز ولداتي ونرجاء لدهرنا وخه حارفة ان ولداتي غيتكارف سوديال بالصح وبهم غيشد معي الحكس واكيد ما غيقريهم ما غيخلص عليهم حتى شي حاجة وبالنسبة النفقة شحال هذا الشي اللي غيخلص عليهم بتلاتة راهي الله يالله يقرر لي وحدهم محال المدرسة ديالوره غالية بزاف من غير ان اولادي معيشين في واحد المستوى اللي عالي بزاف اللي بغاو هكا صالحة عندهم اه اه ديرين يعني بزاف ديالي الزاكتفتة هاللي كييدر سباحة هاللي كييدر اني كلا واحد وشنو كيدر باش اني يخرجوا من هذا الشي كامل ونديهم يعيشوا مثلا في واحد المستوى اللي عادي او لمتوسط ما عارفتش اشي قدروا يتقبلوه لا الله خايفا نخرج ليهم انا بعض المرات اقول صافي اللي اعطاه وحياتي صافي مشاهد محندي من الصور ما زال انا قائمت انت فارغ سمعها ماذا سيقوم هو من هذيك النهار ولك يأتي مرور في حال يدخل ما يدوي معي ما يتكلم يالله 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 هالشي حاجه وليتكه واحد شوية يشوفه اولاده ويهز راسه ويخرج عود ثاني ما اعرفت ابنته ماذا سيقوم اليوم دقت بيديه بالصح كيف مكتلكم هذا الموضوع حساس بالزهر ما قدرت نفاتح حتى شي واحد في العائلة فيه خفت نقول هذي شي واحد والهضرات تبقى غادي وكتكبر حتى الناس يسيقوا الخبار انا ممسوقش للراجل او للمكانه دياله نهائيا انا خفت على ولادي ما بغيتش ولادي يكبروا بعار قدوا قدوا يكبروا ويعرفوا ان اباهم من قاوم الوط اليوم ما جيت نعود قصي حساس بغيت النصيحة وش نبقى قاسة في داري ولا نخويها من غدا ونطلب تلاقي وش نصبر على ود ولادي ولا ما نسوق حتى شي واحد ونبدأ حياتي من جديد حتى ما يمكنش انا حرفهم اكثر الاخرش من هالدار حياة ولادي غد تقلب مئة وثمانين داراجة يمكن او ممكن انهم يتقبلوا وتسعين في المية ما غاديش يتقبلوا وهذا اليوم هرس لي اشنح كنت من هالبنات تديروا لي عقلي وتنصحوني وتقولوا لي كي باش نصرف مع هذا الراجل والنقطة انا بالنسبة للأديله ما عندي حتى شي دالي ما عندي لاتصبارة دياله مع هذك خينا ونطكن قوت عليه الوقت اللي سبعتهم انا شون بعيني يعني في قهوة غالسين عادي واصل ما صورتهم يعني ما عندي حتى شي دالي لاتصبارة ان هذا الراجل فعلا من هذك القوم يعني مثلا نوط الداشيج يقدر يكذب ببساطة وهو اكيد الناس سيقوم فيه راح راجلي لاش شوه مستحيل وخان اعود لكم القصة وتشوفوه ستقول لي انت غير كدابة اكيد كينا شي حاجة وانا راجلي كنا عارفهم زيان درويش ولكن الان يريد ان يكون وط الحرام يعرفني كيف شوه لي ثلاثة البنات ديال بالصح وليوم ما بكتش عارفة شوه الغزالات دياله هنا سالة القصة ديالنا وكيف العادة ما تنسوش خليوا الاراء وتعاليق ديالكم صاحبة القصة وما تنسوش من تعاليق زوينة ديالكم ما بقاليا الا نقول لكم حبيباتي ما سخدش بكم كات معكم شهر زاد اللي كات حماق وكات متعليكم شكرا